عايز توصل ليه بالظبط؟ عايز اقول لها باشا يعني ان نسبة العشرة في المئة دي شوية احنا عايزين عشرين في المئة بلاش طمع يا حربي بوعرف انت بتكلم مين؟ يا عدلي بيما اسموش طمع اسمو عشما باشا عشما وبعدين لما اخذ احنا كلامنا مع الباشا الكبير خليك انت بقى محضر خير ونقطنا بسكاتك وحاتبوك يا باشا احنا يبقى في شغل كبير قوي بيننا واحنا نستهل عليه اكتر من كده بكتير ده من شوية سألتني يا حربي رشوان وراح فين؟ ايوه باشا انا حقول لك رشوان وراح فين بخلص بقيتوا من رجالتي ولازم تعرفوا كل حاجة شايفين الشجر اللي حواليكو ده؟ الشجر ده من نوع نادر وغريب ومحتاج سماد عضوي نادر زيه عشان يعيش ويكبر وشوان وحنفي بقى اندفنوا بالحياة تحتيه عشان يكون سماد طبيعي ليه العكاية دي قصرت فيه قوية قوية كنت حزين يا حربي كنت حزين يا زين بس اعمل ايه؟ هي دي اصول لعبتنا ومحدش يزعل من الاصول كده ولا ايه؟ مظبوط يا باشا ده يبقى ابن ستين كلب يا باشا ليه زعل من الاصول انا طول عمري كلمتي واحدة ومتعود ان كلمتي تبقى سيف على رقبة الكل وانا من شوية عرضت عليكو عرض وانتو رفضتوه احنا مين اللي رفض؟ احنا عد رفض حاجة؟ يا باشا ده احنا بنتناقش بس يا باشا وبتالي ده حقنا يعني واللي تشوفه ساعاتك في الاخر بس كت يا زين ما تقطعنيش مرة تانية حض يا باشا انا حديكو 15% وحشوف شغلوكو الاول لو شغلوكو عجبني فعلا وطلعتو عند حصن ظن بيكو ساعتها هتشوفه بنفسكو انا مش هستخسر فيكو اي حاجة لكن لو طلع كلامكو مجرد كلام في الهوى او حاولتو تلعبو بدلكو من ورايا ساعتها حيكون مصيركو قلعا من مصير رشوان وهي دي أصول اللعبة موافقين ولا مش موافقين موافقين يا باشا موافقين قوي وهنلعب يا باشا وبالأصول خلاص يبقى اتفقنا عاد ليه جاهز العهود اتفق مع حرب وزين يقولك المكتب تمضيهم العهود وبعد كده تسلمهم المسافك تعد عليها بالليلة عشان تطمنوا على حصر أمرك يا باشا بعد ما تستلموا المسابك بقى عايزكو تبقى جاهزين لأي عملية جديدة على الفكرة أولاد انا متفائل بشغل معاكم متفائل قوي وعندي ثقة فيكو ملهاش حدود وان شاء الله يا باشا هنكون قد الثقة دي وان شاء الله نتقابل قريب عشان نشوف الشغل ماشى ازاي هشوف الشوكو بخير يلا عالسلام سلام يا باشا سلامت لها ساعتك حربي أمرا باشا ما تنساش تاخدوا الشنطة بتاعكم من طاعت الطرميزة ماشى بالإذن انت موقت ليش انك تعرف الباشا الكبير دي حكاية طويل احكيلك عليها بعدين يلا ماشى احكاية ماشى 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 ودي حاجة ادقى كفى حاجة عدل بي وانا ادقى ليه ابدا حاسب بس ساعتك يعني متحمس قوي ان عزامهم اللي يمسك المسابك انا مينفرش معايا من يمسك المسابك اللي يفرق معايا مصلحتي مصلحتي وبس اللي اقول لي عدل بيه صحيح هو فعلا رشوان وحانفي اتدافر في جنينة الباشا ما تجرلش ادماعك بالحاجات دي دخلينا يا فلمان انا بكرا الصبح واحضر الورق والعقود تعد علي في المكتب من ثلاث انت مضوها ماشى يا باشا نعدي ونفوت ونمضي ونعمل كل اللي باشا علينا عليه المهم يا باشا احنا هنستلم المسابك امتى مجرد نتمض العقود اجاهز الأوراق وتستلموا المسابك على طول الله عليك يا احسن عدل بيه فيك يا مصر تحبوا اوصلكوا مكان يا بات يا باشا حطينا مطرح ما خطينا قدام مكتابك بازال فل اوي ماشى يا بهويت بهويت يا انت وخلاص من هنا مراجع بيت وهويت واضح إنه حضرتك معجب بيهم قوي كده يا رشا معجب بيهم جدا وبساعة الوقت اللي اسمه حارب ده أول ما شفته لفت نظره أيوة بس خلي بال حضرتك الولاد دي لمدر وطمعين وبين عليهم ومطمعهم ناشفة قوي ومستهلين وبيحرصوا وعملين حساب لكل الظروف الولاد دي عجبين قوي عشان كده دول عاملين زي ما يكونوا أول ما بينزلوا الملعب عارفين طريق الجن فين وعارفين إزاي يجبوه وأنا طول عمر يا رشا أحب الجن الملعوب أفهم من كده أنه خطرتك خلاص نويت تنزلهم أساسي فراودة فراودة يا رشا الولادين دول حيبقوا فراودة ولو إني في حاجة في الموضوع ده الآن مش مريحاني كده خير يا باشا العال دي موروبين من فطرة وده شيء واضح ومفهوم وعالي بس هيئتهم وثقافتهم ما توحيش إنه هم اللي خططوا ودبروا وبالشكل العبقر اللي اتنفذت بيه العملية قصدك إيه باشا مش فهم الولاد دول كانوا دايماً بيهددوا إن فيه حد بطهرهم فيه حد وراغهم والحد ده إحنا ما نعرفوش مش بعيد يكون الحد ده هو اللي بيخطط وبيردب لو توقع ده صح المهم جداً بالمسبالي أعرف مين الحد ده معنى كلامك ده حربي إن المشهد كبير وافق على كل طلباتك وافق وبكرة نوح لعدل نمضي العود هترحولوا على الساعة كم كده؟ يعني على الظهر كده حلو بعد ما تخلصوا معاه تقولوا يتقولي لي إيه اللي حصل بإذن الله يا أحسن موحامي فيك يا مصر بس أنا في صراحة مش منصدق إن الباشا وافق بالسهولة دي خصوصاً بعد الكلمتين اللي ملهمش لازمة اللي قالهم عادلي كان عايز يطير المصلحة من دينا وديها العزاج لا بس الباشا ما اسمع لوش وننفذ اللي في دماغه على طول والله من كلامكو على الباشا الكبير ده أبتدت أعجب بيه تعجب بمين يا متى؟ ده راجل خطر قوي ده ماله يا مسياح؟ ده دفن رشوان وحنا في ملحاية في المزرعة وخلطة واحدة بس عماله أنا بالك بقى لو غضب علينا وحارب هيعمل فينا إيه؟ هيشفتنا مع الأرض صفت؟ رشوان دفع كمن تحوره وغبوته مت هيقليش بحد منكم غابي أو بتحوره؟ لا لا أبو صلاح برضو الأمر ما يسلمش ولا حاجة راجل ده بقى فيه بيننا وبينه بيزنس وانت برضو صيد اللي عارفين الخلافات وردة وحاجة كده ولا بتاع حب نروح في ثانية دي عندك حق حال خلافات وردة بس المهم كل خلافات تظهر نعالجها بالراحة وبهدوء وبعقل ومن غير تهوة وبعدين راجل بالشكل اللي بتحكوا عنه ده يا رجالة كل اللي يهمه في الحياة مصلحته ومكسابه بس وطول ما هو حاسس إن شغلكم معاه هيكسبه وعمره ما هيخضر بيكو أبدا بس أنا برضو مش متطمن يا متر أصلا انت كان لازم تبقى معانا عشان تشوف الراجل ده عايش إزاي وتحس بيا ده عنده حراس وإسلاح والله هاعلم عنده إيه تاني أنا حاس فيك يا زين ومقدر اللي انت فيه لكن برضو بقمنه إن الراجل الكبير طول ما هو شايف إن شغلكم معاه هيكسبه ويفيده عمره ما هيفكر إيزيكم أبدا على الأقل في المستقبل القريب طب وبالنسبة بقى للمستقبل البعيدة اللي إحنا إنا نبدل تحت لحمد وطول العمر هو أنا صحيح عايز الكيكا تطلع معاه في العلي قوة بس من غير محد يتحكم فيها وإلا العلي لما أخذها يبقاش لي طعب فيه حاجة لازم تفهموها كويس نحنا وإحنا بنتطلع لفوق لازم نطلع سلمة سلمة أسألها بدأت بقى بضايا لعجته وخلصته منه ومسكته المستودع وبقيته كوماندار في المنطقة وبعد أن دخلنا على رشوار لعجناه وغلطه وقعه وخلصنا منه هو كمان ومسكته المسابق بتاعته هنقابل كتير في طريقنا بس لازم نطلع سلمة سلمة حلوة حلوة قوي 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 الكلام ده كلنا عارفينه وفاهمينه ومرتبينه مع معا لكن بتهيقلي يعني لحد البشر الكبير بقى يعني ونقب للخلف ضر ولا يا زيه؟ أهو انت كده تعجبني ما أنا مستطيع ما أقول الكلام ده لأننا هنبقى عاملين زي لمواغزة فريق مركز شابعين الصيناء هو بلعب نادي الأهلي ولا برشلونة هنبقى دي الماتش ناديكتو هتبقى معروفة من قبل ما يبدأ المسألة مش بتتحسب كده أحد إحنا وإحنا بننطع لفوق بندوس على ناس إحنا كمان بنكبر لحد ما نوصل للباشا الكبير هنكون إحنا كمان بقينا أكبر ساعتها مش حيبقى صعب نواف قدامهم اللعبة بس المسألة دي لسه بدر عليها قاول لسه قدامنا ماتشات كتير عشان نوصل للفاينال بس خلينا دلوقتي في الماتشا اللي إحنا فيه نركز هنجيب فيه كم جون وبعده هنخلص منه نشوف اللي بعده وزي ما قدتلكم سلمة بتوصل لسلمة وأنا بتأكد إن إحنا إن شاء الله هنوصل للنهائي ونبقى جهزين له وهناخد الكاس حقا لو ده حصل يا بو صلاح حيحصل يا حارب حيحصل يا حارب